قبيل أيام قليلة على زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي طهران كشفت تقرير ربع السنوي للوكالة التابعة للأمم المتحدة أن إيران تواصل انتهاك العديد من القيود الأساسية للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم ووسط تأكيدات بأن إيران زادت بدرجة كبيرة من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أبدو جروسي قالقه إزاء تعرض موظفي الوكالة لتفتيش جسدي مكثف للغاية من قبل مسؤولي الأمن في المرافق الإيرانية زيارة جروسي إلى طهران والتي ستبدأ الاثنين المقبل جاءت أيضا بعد تصريحاته الأخيرة التي أبدأ فيها استغرابه لعدم وجود تواصل بينه وبين مسؤولين سياسيين في حكومة إبراهيم رئيسي وعلى الرغم من توصل الطرفين إلى اتفاق في أيلول الماضي بشأن صيانة معدات مراقبة وكاميرات منصوبة في منشآت نووية إلا أن الوكالة الدولية تشكت بعد أيام من إبرام الاتفاق من منعها من دخول ضروري إلى منشآة كاراج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي كما رفضت الوكالة التصريحات الإيرانية التي أشارت لاحتمال استخدام كاميرات المراقبة الخاصة بها في الهجوم عن منشآة الواقعة قرب طهران في حزيران الماضي ويأتي التقرير ربع السنوي للوكالة قبيل اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها وقبل أسبوع من استئناف المباحثات بين طهران والقوى الكبرى حيث أجريت ست جولات في فيينا بين نيسان وحزيران الماضيين تحت رعاية الاتحاد الأوروبي بهدف عودة الولايات المتحدة للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أيار من عام 2018 ودفع إيران إلى الاتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي لكن دولا أوروبية انتقدت مرارا المراوغة التي تمارسها إيران في المباحثات وانتهاك النقاط المتفق عليها مسبقا وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار المباحثات وعودة الأمور إلى المربع الأول اشتركوا في القناة